يسعى الهدف العالمي جي في سنداي جلوبال فريمورك إلى زيادة توفر أنظمات الإنذار المبكري بالأخطار المتعددة والمعلومات والتقييمات الخاصة بمخاطر الكوارث بشكل كبير والوصول إليها كما تم تقديمه في المحاضرة 4.8 يتكون الهدف جي من 6 مؤشرات عالمية يتم الإبلاغ عنها من خلال سنداي فريمورك مونيتر بينما تقيس المؤشرات العالمية للهدف جي مدى توفر أنظمة الإنذار المبكري بالأخطار المتعددة والوصول إليها فإنها لا تقيس جودتها أو فعاليتها لمعالجة هذه الفجوة تم تطوير مجموعة من المؤشرات المخصصة المحددة مسبقا لفعالية أنظمة الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة كجزء من مبادرة مشتركة مع UNDRR والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومن خلال عملية تشاورية بدعم من أمانة مبادرة مخاطر المناخ ونظم الإنذار المبكري تركز المؤشرات المخصصة الجديدة البالغ عددها 53 على 4 عناصر لنظام إنذار مبكر فعال مع 11 مؤشرا مخصصا لإدراج المعرفة بمخاطر الكوارث في أنظمة الإنذار المبكري 7 بشأن الكشف عن المخاطر ورصدها وتحليلها والتنبؤ بها والعواقب المحتملة بشأن نشر التحذير والتواصل من قبل مصدر رسمي وتحذيرات موثوقة وفي الوقت المناسب ودقيقة وقابلة للتنفيذ والمعلومات ذات الصلة بشأن الاحتمالية والتأثير و14 مؤشر مخصص للجاهزية على كافة المستويات للرد على الإنذارات الواردة قوم إدارة أنظمة الإنذار المبكري من المخاطر المتعددة بتمكين هذه المكونات الأربعة هناك 7 مؤشرات مخصصة إضافية تتعلق بالحوكمة تعد المؤشرات المخصصة لأنظمة الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة اختيارية ولكنها قد تكون مفيدة للدول الأعضاء لتوسيع نطاق البيانات التي يتم جمعها لدعم المزيد من الرصد والإبلاغ المحدد على سبيل المثال يقس المؤشر المخصص الجديد 5.13 ما إذا كانت التدريبات والتمارين تجرى مع المستجيبين الأوائل والمجتمعات تعرضت إحدى الدول الجزرية لزلزال تسبب في حدوث موجات مد عاتية تسونامي في حين أن العديد من الناس بالقرب من الساحل قد شعروا بالزلزال كانوا على علم بوجوب الانتقال إلى مناطق مرتفعة لا تزال هناك خسائر كبيرة في الأرواح حيث كان هناك العديد من القتلى من أطفال المدارس بعد هذه الكارثة قررت الحكومة تنفيذ تدريبات على الإخلاء من تسونامي مع أطفال المدارس وركبت صفارات الإنذار في العديد من المدارس بهذه الطريقة قد تساعد المراقبة والإبلاغ عن المؤشرات المخصصة مثل 5.13 بشأن التدريبات والتمارين مع المجتمعات الدول الأعضاء على فهم الفجوات والتحديات بشكل أفضل ورصد استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وتكييفها وزيادة فعالية أنظمة الإنذار المبكر وتقليل الخسائر المرتبطة بالكوارث في نهاية المطاف لمزيد من المعلومات حول كل مؤشر مخصص ارجع إلى وثيقة نظام الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة والمؤشرات المخصصة ومنهجية الحساب التوجيهي مثل الأهداف والمؤشرات المخصصة الأخرى يمكن للدول الأعضاء أن تختار رصد المؤشرات المخصصة لنظام الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة والإبلاغ عنها التي تلبي احتياجات بلدانهم تتم مراقبة هذه المؤشرات المخصصة والإبلاغ عنها باستخدام نظام Sendai Framework Monitor لمعرفة كيفية إعداد المؤشرات المخصصة لنظام الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة المتعلقة بالهدف G شاهد الفيديو 5.2 يمكن للدول الأعضاء إذن اختيار إنشاء ورصد وتقديم تقارير عن مؤشرات مخصصة جديدة تماما تتعلق بالهدف G والأهداف العالمية الأخرى شاهد الفيديو 5.1 حول كيفية إعداد الأهداف المخصصة والمؤشرات